للقصص هي جوانب وأطراف وهذا هو حال قصة الشاب الفلسطيني الأعزل اللي الاستهدافة هو قناصون إسرائيليون على حدود قطاع غزة القصة أثارت تفاعلا بسبب مقطع فيديو مسرب انتشر على مواقع التواصل لجنود قناصة إسرائيليين لحظة قنصهم شابا أعزل يسير قرب السياج الفاصل في ديسمبر كانون الأول الماضي يسمع هنا في الشريط المسرب حديث بالعبرية للجنود وهم يحثون على استهداف الشاب أثناء وجوده على الجهة المقابلة من الأسلاك الشائكة ورغم أنه لم يشكل أي خطر وسط عبارات تهكمية واستهزاء طبعا هذه القصة لم تكن لتتم لولا أن تعرف الشاب الفلسطيني على نفسه عندما شاهد فيديو قنصه على مواقع التواصل لنستمع إلى تامر أبو دقة كنت يعني بعيدة عن سلك 200 متر وكان مظاهرين جوا وراه يجيب الشباب يعني يعني روحهم خايفين وبعدين طقوني طقوني في رجلي بقولوا إحنا إرهابية على هيكت هم طلعوا الإرهابية ونواقف ومش مشكلة لهم خطأ يعني هو طاق علي وشاهد العالم كلها لأنه بطاق علي وبستهزة علي وراه جنسني في رجله ثبتوا أن أنت إرهابية وكذبين وأين عايش ثلاث مرات استهدفتوني أثبت أنت الأرض لا بتذكرونه في الأرض اليهود دائما بنفده مني ومكشفين ومعرفين القناص المحترف هو طرف رئيسي مقابل في هذه القصص التي تتكرر طبعا السوشيال ميديا ساعدت في خروج بواطن الأمور للسطح إلا أن ما ينكشف هو جزء من كل صحيفة جاردين كشفت بعضا من أسرار وحدة القنص التابعة للجيش الإسرائيلي موضحة أن القنص ليس دائما هذا أو القناص ليس دائما هذا القاتل وإننا ننظر للقناص من الطرف الآخر طبعا نقلا عن قناصة سابقين في الجيش الإسرائيلي الصحيفة البريطانية نشرت شعورهم بالأسى واعترافهم بتنفيذ أوامر عسكرية التزاما لح وحسب رغم خلوها من الأحكام الأخلاقية إضافة لتعايشهم الإنسان مع عمل ليس هينا وذكريات القتل بدم بارد هذه هي أسماء اعترافات مقال الجاردين كلهم كشفوا أن إذا الفلسطينيين الأبرياء هو جزء مما هو مطلوب عمله منهم في ساحة حرب وعلى الأرض القناص بشكل عام هو فرد متميز عن الجندي النظامي أو المقاتل عادي فهو اختير لمهام صعب على الخطوط التماس تتمثل في الرماية عن بعد والتصويب على أهداف نوعية والاختفاء كل ذلك يحدث بدقة عالية وحدات القنص القناصة ألحقت بالجيش الإسرائيلي منذ نشأته أجمع كثير من الإسرائيليين أن فيديو القنص هو هذا استثناء بينما أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي إفكدون لبرمن بالقناص هذا مقطع مصور على حساب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يكشف حيل القناصة الإسرائيليين في التخفي ترجمة نانسي قنقر